الآية 59 من سورة النساء قال تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم هذه الآية أعزائي من الآيات الأساسية في المعارف القرآنية التفتولي جيدا لماذا باعتباري أن الآية الكريمة أشارت إلى أن طاعة الله واجبا الخطاب موجه إلى المؤمنين أعزائي أن طاعة الله واجبا وأن طاعة رسوله صلى الله عليه وآله أيضا واجبا التفتوا جيدا ولكن الآية لم تكتفي بإطاعة الله وإطاعة الرسول كما في عشرات الآيات الأخرى وإنما أضافت إليها فقط في هذا المورد لا يوجد مورد آخر وآية أخرى عندنا في القرآن قارنت بوجوب طاعة رسول الله قارنت ماذا طاعة أولي الأمر قالت وأولي الأمر منكم وقلنا في البحث السابق أن هذه الآية المباركة تشير إلى حقيقة في غاية الأهمية وهي أنها تجعل طاعة أولي الأمر على حد طاعة من على حد طاعة رسول الله لماذا لأنه قالت وأطيع الرسول وأولي الأمر منكم يعني جعل الطاعة أولي الأمر طاعة من طاعة رسول الله صلى الله عليه وآله جمعت طاعتهما معا في ماذا في أطيعوا لم تقل وأطيع الرسول وأطيعوا أولي الأمر منكم من هنا أعزائي التفتوا لي جيدا هنا التفتوا جيدا هنا إذا جمعنا إلى هذه الآية المباركة التي وردت في سورة النساء الآية الثمانين أعزائي التفتوا جيدا إلى آية ثمانين من سورة النساء قال قال من يطع الرسول فقد أطاع الله لا إشكال ولا شبه التفتوا جيدا أنه من يطع أولي الأمر فقد أطاع ماذا فقد أطاع الرسول بعد ملانة ومن يطع الرسول فقد أطاع الله إذا بالجمع بين الآية تسعة وخمسين من سورة النساء والآية ثمانين من سورة النساء يثبت لنا من أطاع أولي الأمر فقد أطاع من فقد أطاع رسول الله ومن أطاع الرسول فقد أطاع من فقد أطاع الله يعني من اطاع اولي الامر فقد اطاع من فقد اطاع الله انا اتصور بانه هذه من الامور الواضحة كالرياضيات اثنين زائد اثنين يساوي ماذا يساوي اربعة اعزائي ثم القرآن الكريم في ايات متعددة اعزائي في ايات متعددة بين هذه الحقيقة بعد ان بين هذا الاصل قال من يطع الله والرسول فقد فاز فوزا مبين خلص ليقول لنا قائل بعد انه اولي الامر لا تجيب طاعتهم لا لا بمقتضى اية النساء الى اية تسعة وخمسين من سورة النساء تجيب طاعته من تجيب طاعته اولي الامر ولهذا تعالوا معنا اعزائي الى الاية ثلاثة عشر من سورة النساء الى اية ثلاثة عشر من سورة النساء قال تعالى تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم تعالوا الى الاية تسعة وستين اعزائي من سورة النساء ومن يطع الله والرسول فاولئك مع الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا تعالوا معنا الى الاية اثنين وخمسين من سورة النور اعزائي ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فاولئك هم الفائزون تعالوا معنا الى الاية واحد سبعين اعزائي من سورة الاحزاب الآية واحد سبعين من سورة الاحزاب يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيم اذا اعزائي اطاعة الله واطاعة رسوله يورث الانسان الفوز والنجاة والدخول الى الجنة صريح القرآن الكريم هذه الايات عشرات الايات في القرآن اشارت الى هذه الحقيقة ولكن يبقى عندنا اصل وهو انه في حياته صلى الله عليه وآله كنا نرجع الى من الى رسول الله صلى الله عليه وآله بعد حياته عليها افضل الصلاة والسلام لمن نرجع لاخذ الدين والمعارف ومن نطيع هنا ايات سورة النساء قالت من تجب طاعة اعزائي من قل الامر منكم هذا بنص القرآن الكريم الى الان لم ندخل لا آية ولا رواية ولا بحث من علماء من المتكلمين ابدا بحث قرآني قطعيم لنا اذا ينبغي علينا ان نتعرف على من اوجب الله طاعتهم بل من قرن الله طاعتهم بطاعة رسوله وهم اولو الامر من هم هؤلاء